اشتركوا في القناة اصباح ديان الدين رب العالمين صلاة والسلام على أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلى الله عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب كربلا يا عبرتان كل مؤمنة ومؤمنة يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة السلام على الجسم السليب السلام على الشيب الخضيب السلام على النحر المنحور السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أختك المظلومة ورحمة الله يبا عبد الله سيدي فنفوز فوزا عظيم ترجمة نانسي قنقر إن رأس حسين رفعته فوق القنى الخطاري 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 يقول يا سيد إنه لما رفع رأس الحسين على الرمح رفع رؤوسنا فلما نطأطئ الرؤوس بسيطة أنه عندما رفع رأس الحسين على الرمح لأننا لفع رأس الحسين على الرمح لماذا نترح لنا لفع رأس الحسين على الرمح فقال دعا لن أخبرك لأسلم وبدأت برأس هذه المسات أتكو عن نسائكم كل خدرين هذه هي زينب على الأكوار زينب عليها السلام عندما كانت في مدينة حسنان حسين على الأسفل والعباس يتحركها لكن هذه الثلاثة زينب يوجدها فيها وشمير على الأسفل وخلي على الأسفل أجل جاورت علي لسنين فلم أرض لن لزينب هذا المدينة زينب عليها السلام هو كنت كنت مدينة لكثير من عام ولم أرى زينب أنا أسأل لك ما زينب يشعر هذه الثلاثة عندما كانت خديجة على الأسفل واحدة منهم هو أن أسفلني على أي مدينة رسول الله كنت مدينة كنت مدينة كنت مدينة كنت مدينة ماذا تريد أن تخبرني ؟ قالت خديجة 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 وقد قالت يا رسول الله واحدة أحتاج لك فاطمة يا فاطمة يا فاطمة لا تبقى أحد فاطمة لا تبقى أحد فاطمة ستبقى أحد فاطمة ستبقى أحد فاطمة الذين يأتي إلى هذه المجالس وفقاً لأنها حسنا ستبقى أمام ستبقى أمام كان يتبقى أمام وعندما يتبقى كان يتبقى أمام خدق فاطمة فاطمة ستبقى أمام سيدي لكم صدور المجالس سيدي لكم صدور المجالس يجب أن تبقى أمام ماذا تفعل في المجالس الإمام قال يا هشام لو كشف لك الغطاء أرى ما ترى ما ترى يا هشام يا هشام لو كشف لك الغطاء فرقد لرأيت جدي رسول الله أرى ما ترى رسول الله في المجالس لو كشف لك الغطاء لرأيت جدتي فاطمة عليها السلام وكشف لك الغطاء أنا أنا الوالدة والقلوب لهفان وأدوّر وهفان وأدوّر عزبني وهين ماتشان وقال ثم رسول الله تعطي ايضاً جبرائل جبرائل تعطي رسول الله تقوله ايه رسول الله اهي جديدين يخبط لسلطاق الله قل لأجل الذي يتحدث عن هذه القبرة فقال ذا يقول ايه 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 سرادة كفن لكة خدجة من قبل اللهم ايه خدجة قل لأجل ما هو ايه واي' قلت بأن الأخرى هو شعود كفن لك يا رسول الله و الثاني هو كفن لفاطمة عليها السلام و الثاني هو أمير المؤمنين علي عليها السلام و الثاني هو حسين حسين يسأل له يا جبرايل حسين لا يوجد حسين لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى لحسين قال لا فإنه سيبقى ثلاثان عريانا في طف كربلا و سيبقى ثلاثان يو سيبقى ثلاثان في كربلا و سيبقى ثلاثان و سيبقى ثلاثان كبير و لا يطلق أخوة و أخوة و اتنفع و كذلك عمر بن سعد و شام قلت أخواتهم تحرك لأخذ الناس من الناس في كربلاء خلق الناس عمار بن سعاد قال من هذا الناس؟ قلت له هذا الناس من حبيب قلت له حبيب يوجد حبيب يوجد حبيب حتى يمكن أن يكون شخص بحبيبه قلت له نعم هناك حبيب مبنى بني أسد لنحركه في مدى من هذا الناس؟ قلت له هذا الناس باب الفضل العباس قلت لهذا—بلفضل العباس يحتوي على بعض تحبيبه قليل قالت له نعم فهي هناك تحبيب هنا ثم قلت له ممكن تخبرني ممكن تخبرني ماذا لا يوجد أحد لكما يحتويشها بعد أن نحن دعناً خلف المنزل قلتهم يقولونه يوجد هذا الناس هنا يقولونه حسين قلتهم يقولونه حسين لا يوجد أحد يوجد الله سبحانه وتعالى قلتهم قلتهم أبي عبد الله الحسين حتى يقوموا بسهولة حسين زينب يتحدث مع زين العابدين في التن يقولونه يا زينب العابدين هل يمكنك أن تخبرني ما يحدث في الداخل؟ أنا أسمع أن شيئا يستطيع فرق يقولونه يا زينب عظم الله لك الأج فرق الداس أبي الحسين الحسين بحفر الخال يا زينب عظم الله يا زينب عظم الله الله أكبر يا زينب عظم الله يا زينب عظم الله أنا بعيني أنا بعيني لبري لك عيالك وبروحي لستشتلك أطفالك موسيقى موسيقى زينب ايه السلام زينب عيز السلام Мне lighter goes the Abdul där هنا يتحدث عن حسين يا والدي والله ضيما أنا صير من زغري يتيما يتيما لماذا لقد أطلقني يا حسين؟ أنا حقاً أفضل زينب عليها السلام لتفعل في كربلا كيف هي المساعدة يا أخوة؟ المساعدة هي أن تخلق كربلا لأننا نعلم أن كربلا في دوما المساعدة من إمام حسين ومساعدة سيدة زينب عليها السلام المساعدة الآن هي أن تخلق كربلا زينب عليها السلام في المدينة في المدينة في المدينة بعد أن تجمع جميعاً ومساعدة جميعاً تذهب إلى المدينة الله تذهب إلى هنا تتحدث عن أن تجمع جميعاً عثمان ولكنها لم تفهم لأنها تحتاج إلى مدينة لأنها تحتاج إلى المدينة في المدينة في كربلا زينب عليها السلام تبدأ إلى المدينة حتى تصل إلى المدينة حتى تصل إلى المدينة أبي عبد الله الحسين وصفة إلى الأسفل ومن ثم تجمع جميعاً تجمع جميعاً تجمع جميعاً وتجمع جميعاً وتجمع جميعاً وقد ترى أن حسان يمجع جميعاً أخي حسن كلمني بأخينا الحسن بأخينا الحسن بطريقة حسن تتحدث معي أخي حسن كلمني ثم تتحدث نام بأخينا الحسن ثم تتحدث نام بأخينا الحسن وقال صدقاء أخي حسن وقال يا أخي حسن عليك بأمنا أفاطما كلمني قال زينب عودي ورع العيال والأطفال ولكن زينب لديها المساعدة لفعلها زينب عليها السلام لأنها ترى أنها كتابة كتابة الله أكبر كالخشبة اليابسة وقد قالت يا ناس درب المشرع عني أنا عطشان أخي يا مسلمي أنا بعاني لجيب الماء لحسين وقد أضعها دفعها دفعها خلال حسين وقد ترى أنه يقول اللهم تقبل منا هذا القربان هذا خلال كربلا يا الله أعطى هذا المساعد ثم ترى أنها ترى إلى مدينة لديها تقبل رسول الله تقول صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى يا جدي يا جدي بعد شيء بحياتي أنا يرأتي اليوم يا جدي ما ماتي يا جدي يا جدي يا جدي بحياتي يا جدي يا جدي مماتي عباتك أنا أستربي عماتي وخواتي زينب وليس يترك كربلا لها تذهب إلى مدينة الله كربلا كربلا يخذ زينب من مدينة وقال لك أنت تأخذني لك لماذا لا تتخذ لماذا لا أرغبك لك في المنزد وفي المنزد عندما يستطيعون أخوة أخوة والأخوة كاربان من الوضع أهل البيت أردت أن أخرج كاربلا كل مجموعة من هذه المجموعة قريبا أن يكون هناك رأس على سؤالهم حتى يمكنهم ممكن أن يكون هناك رأس من البيت أحد المجموعة لم يكن هناك رأس قالوا ما نفعل والله أتفهم قالوا أهل آخر أردت أن أردت حسين دقائق قطار التبالق سأتقل أعود لأعين يذهب إلى المنزل ويأخذ عبدالله الرضيع ويأخذ المنزل ويأخذ المنزل الله أكبر وعليا وسيدا ومظلومة زينب ويأخذهم ويأخذهم أمامنا نترك أولا 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 الله أكبر أحتاج أن تتكلم من حجاب حجاب لأننا كربلاة كل هذا لأنه حجاب أحتاج أن تتكلم من حجاب أحتاج أن تتكلم من حجاب أرجوك أقول يا عم يا عم يا عم يا عم النوق من نصبح يسجن ومن تبجن يا عم النوق يبجن اخذ حجابك اخذ حجابك اخذ حجابك اخذ حجابك اخذ حسين اخذ حسين لاحتاج الناس لنستطيع المستقبل اخذ حجابك لإمكانك جميعا يا أبي يا عم يا عم الجود ما ردناش مايه والله بقين بلا حرام أحتاجكم لتحرككم لتحرككم لتحركة أخرى يا أخي وإنها تحركة أمي تحركة تحركة أمي وقتاً أمي أمي شراء يعني أمي تحركة أمي وقتاً كثيراً وعندما يتدع كل الفاندة يبدأ بفعله وقال له، زين العابدين، هل تخذ أبادي؟ زين العابدين، هل تبعي أبي؟ زين العابدين، هل تفعل ذلك؟ حتى رباب عليها السلام، أباة علي الأصغار يقول له، يا زين العابدين، أين تبعي علي الأصغار؟ أحتاج أن أسألك، يقول له، لا تخذ أباة علي الأصغار، هل تخذ أباة علي الأصغار في العالم؟ هل تبعي علي الأصغار على حسين؟ هل تبعي علي الأصغار؟ لا تبعي علي الأصغار، هل تبعي علي الأصغار؟ لماذا تسعين على أباكك؟ أباكك تسعين على أباك علي أصغر وصلت على أباك الله أكبر أيها حسين أيها سيدة أيها مظلومة أيها قتيلة بعد أن كل人 يسأل زين العابدين أيها سيدة أباك أيها سيدة أباك 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 سوف تتحرك سوف تتحرك لو هل تتحرك أباك أباك إذا حدثت من هنا إلى كربلا سوف تتحرك سوف تتحرك زينب أحدث إلى علي زين العابدين قال إلي هم خلصت هل أنت Rouge حلتها هل أنت هل أنت أ paranoiva جهدo عادة الميت عادة الميت يوسدون على الترب خدا عادة الميت يوسدون على الترب خدا عادة الميت على الترب خدا اشلاند من تقوي حسين وهو راس ما عنده اشتركوا في القناة 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 اللهم نصلي على محمد